طول حياتنا كأننا نعتقد أنه أفضل مكان نقدر نسوق فيه هو إنستجرام سناب شات جوجل كل هذه الأشياء أتفق معك ما زالت اليوم من الأشياء الرهيبة بس فيه نيو بلاير انت هون فيه لاعب جديد دخل في السوق وش هذا اللاعب جديد؟ لاعب صيني جاي يمشي مليونين هذا اللاعب الصيني اسمه تيك توك والإعلان في تيك توك الآن يعتبر أرخص مكان تقدر تعلن فيه على مستوى السوشيال ميديا خليك مركز معي في هذا الفيديو رح ندخل أنا وياك الآن على الكمبيوتر ورح نعلمك خطوة بخطوة كيف تقدر تسوي إعلانات على التيك توك زي ما قلت لكم في هذا الفيديو عندنا لاعب جديد في ساحة الإعلانات وهو تيك توك آدز رابط الدخول على صفحة تيك توك آدز كلها تلقاها تحت والإعلانات عن طريق تيك توك أول ما تيجي يطوي العمر رح تحط Start Now لما تحط Start Now رح يطلب منك أنك تسوي أكاونت جديد رح تسوي أكاونت جديد رح يطلبك الإيميل الباسورد الأشياء البسيطة هذه كل اللي تحتاجها موجود تحت برضو لازم نعرف أنه تيك توك آدز يدعم اللغة العربية إذا أنت تبغى باللغة العربية أنا شخصيا ما قدر استخطبي باللغة العربية لأنني أنا تعلمت بالإنجليزي فمرة مرة مرة قاعد يعقدني باللغة العربية يعني حتى ترجمات بعض الترجمات ما هي صحيحة ما هي بالطريقة الصحيحة لذلك أحسن طريقة تستخدم فيها تيك توك هو عن طريق اللغة الإنجليزية طيب أنا ما أبغى أطول في موضوع كيف تقدر تفتح حساب مع تيك توك لأن الموضوع جدا بسيط لازم رقم جوال لازم إيميل بعد ما تفتح الإيميل ورقم الجوال لازم تسوي بعض الأشياء وخلني أدخلك على حسابي بشكل مباشر طيب هذا الحساب يطويل العمر أول ما يفتح معك الحساب أول ما يفتح معك الحساب لازم تسوي خطوة مرة مهمة والتي هي تدخل على هنا وتروح على شيء اسمه Account Info لما تروح على Account Info رح يطلب منك تعبي بعض المعلومات هذه المعلومات هي معلومات البزنس حقك أو معلومات الأساسية حقتك مثل العنوان العملة الأشياء البسيطة اللي زي كذا لازم تكون كلها موجودة عندك ولازم يكون Account Status Good To Go فأنت بتعدل هنا بتحط Edit وبتعبي المعلومات اللي هم طالبينها بعد ما تعبي هذه المعلومات إذا جاء مكتوب على حسابك Good To Go فأنت Good To Go أنت كذا Good To Go أنه يعني أنت تقدر تسوي إعلانات عن طريق تيك توك الموضوع هذا ممكن يأخذ منك من يوم إلى يومين فأنت توقع أن الموضوع بيكون جداً سريع لا ممكن يأخذ منك يوم إلى يومين طيب أول ما نجي خلاص جاك Good To Go جاك خلاص نجاهز الآن للإعلان على تيك توك رح تروح على Campaign لما تروح على Campaign طويل العمر رح تضغط على Create New Ad تحس أنه مرة مرة يشبه فيسبوك Ads مرة يشبه فيسبوك Ads بشكل ما تتخيله سأضغط على Create New Ad الآد غالباً اللي أنت رح تسويه عندك أكثر من طريقة عندك أكثر من طريقة عندك Simplified Mode أنا ما أحب السمبلفايد اللي هو طريقة المرة سيئة بسيطة أنا أبغى Custom أبغى أمخمخ بالأشياء اللي أنا بيأختارها فيا طويل العمر لما يجيك بالطريقة التالية عندنا أكثر 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 من إعلان أنا أقدر أسويه خلني أحول لهذا الحيل إلى اللغة العربية عشان تفهم أنت وش اللي عندنا في هذا المجال خليف أهمك لأنه في أكثر من شغلة ممكن تقدر تسويها عندك يا طويل العمر خلينا نركز هنا عندنا الوصول أني أبغى أصل إلى أكبر عدد من الناس أبغى بس فكرتي أني الناس تشوف العلامة التجارية حقتي بس هذه لا أكثر ولا أقل فعندنا إرسال الأشخاص إلى وجهة موقعك التطبيق هذه أرسال مزيد من أشخاص إلى وجهة موقعك على الويب أو تطبيقك يعني تحط العنوان هو يجيب لك أكثر ناس ممكن أنهم يضغطون على موقعك الإلكتروني جاذب تثبيت التطبيق لو عندك تطبيق تبي تخليه مشاهدات الفيديو تبي ناس تشوف الفيديو حقك بأكثر إنشاء عميل محتمل هذه معناها أنه أنت رح تسوي فورم من عن طريق تيك توك رح تسوي زي الفورم هذه الفورم يعبيها العميل بحيث أنه يحط اسمه يحط معلوماته تنفع للعقاريين إذا أنت عندك شركة عقارية هذا نوع الإعلان اللي أنت تبغاه تفاعل المجتمع سلمزيد من المتابعات على صفحة بسيطة أنك تعلن على حسابك حق التيك توك والتحويل هنا الموقع أو شيء المهم طبعاً زي ما قلت لكم يا جماعة مرة مرة ما قدر أستخدمها بطريقة هذه بس أنا قاعد أفهمك لك أنت تستخدمها بالعربي فكونفيرجين هي التحويل كونفيرجين اللي هي أنت تبغى العميل يمشي على الفنل حق الموقع الإلكتروني حقك وش معنى فنل؟ معناها دقيقة فتح الصفحة بعدين أضاف إلى السلة بعدين حط معلومات الدفع بعدين وصل للمرحلة الأخيرة اللي هي الشراء أوكي؟ فأنت تختار إيش نوع التحويل اللي أنت تبغاه غالباً إحنا في التجارة الإلكترونية نبغى شراء أوكي؟ نبغى بيرجيس وهذا الشيء اللي إحنا نسويه له تراك أو هذا الشيء اللي إحنا قاعدين نتبعه أوكي؟ فأضغط على كونفيرجين أختار اسم الإعلان حقي فمثلا خلينا نقول اللي هو سيل مور سيل مور هذا بسميه أنا كده أوكي؟ وبعدين بضغط على كونتونيو لما ضغط على كونتونيو يا جماعة رح يطلع لي بالطريقة التالية وش أنا بأسوق له هل أبأسوق لي أب ولا ويب سايت أوكي؟ فخلينا نقول مثلا الويب سايت حقي اسمه ماجيك مات هذا فعلا واحد من المواقع اللي أملك اسمه ماجيك مات أوكي؟ فماجيك مات أبأسميه سيل مور أوكي؟ فهو موقع روموشن تايب موقع تيك توك بيكسل هذا شيء رح نتكلم عليه في شاب وفاي بعدين أنه كيف تقدر تركب البيكسل يا جماعة الموضوع مرة مهم إذا أنت ما تعرف تسوي تيك توك بيكسل اكتب لي تحت عبدالله وش يعني تيك توك بيكسل وش رح لنا عن طريق شاب وفاي عشان أقدر أعلمك هذا كل شيء مشروح في دورة الدرب شبنج حقتي أوكي؟ هذا للناس اللي مشتركين معي اللي مو مشتركين معي لا هذا مو موجود لكم أوكي إلى الآن ما حطيته على اليوتيوب ولا تكلمت فيه من نسبة لسلكت بلايسمنت في هنا أوتوماتيك بلايسمنت عمرك لا تحطها أوتوماتيك وشل هادي أوكي؟ شل برينجل وشل يطويل العمر نيوز فيد أب سيريز بس إحنا نبغاها على تيك توك عشان ما يقدر يصرف الفلوس على مزاجه أوكي؟ بعدين يطويل العمر عندنا كاستوم تارجتين وعندنا أوتوماتيك تارجتين أنا بالنسبة لي دائما نختار كاستوم تارجتين أيش الدولة اللي أنا باستهدفها زي ما انت شايف هو بس معطينا دول معينة نحنا نقدر نستهدفها مثل السعودية قدر ماليزيا تايلاند تركي هذه الدول اللي أنا لني أنا في منطقة الخليج فأنا أبغى مثلا السعودية دائما أنا لني أسوق على السعوديين أوكي؟ اللانجوج دائما راح أختار اللغة العربية أو الإنجليزية أنا بالنسبة لي دائما أختار الاثنين أوكي؟ دائما أختار آرابيك وإنجليش أوكي؟ فالآن هل عندي لميت في الجندر لا ما عندي لكن أبغى على أقل ناس كبار أوكي؟ فأختار دائما من 18 أو فوق الآن يطويل العمر اهتمام هذولي الأشخاص أوكي؟ هذا الاؤوديونس بعدين أشار لكم وش معنى آوديونس بعدين هنا عندي يطويل العمر الانترست ووش الناس هذه مهتمة فيه فأخير أكتب بيرتشيس بيرتشيس أوكي؟ فهذولي ناس تشتري من عن طريق الانترنت أوكي؟ بس لزي ما تلاحظ عندنا تو نيرو فعشان كده ما رح ينفع أن نختار هذا الانترست أوكي؟ فخلونا مثلا نقول أنه ماجيك مات هو هاوس هولد أوكي؟ هاوس هولد يعني ايش؟ يعني شيء لمنتج خاص في المنزل أوكي؟ فطلع عندنا يجب أن يكون عندنا من 17 مليون إلى 20 مليون تقريبا الناس اللي مهتمة أوكي؟ ممكن أني أختار مثلا واحد من الناس اللي اللي تابعونهم ممكن أختار واحد من الهاشتاقات اللي هم يختارونها كل هذه الأشياء ممكن أن أختارها فمثلا خلونا أضع هنا من الهاشتاقات إذا أنا واحد شغال في التجارة الإلكترونية دائما نحط Amazon Find أوكي خلونا نحط Amazon Amazon Bit Amazon FBA Amazon Home خلونا نحط مثلا Amazon Find أي هنا شوال Amazon House Amazon Amazon Home ممكن أختار هذا الهاشتاق إذا أبغى إذا أبغى قال لي بنا أنا ما أحب أني أصير مرة details فيكفيني أنه household product بالنسبة للموقع حقي أنا الموقع حقي أبيع فيه شيء متخصص في المنزل أوكي فأبغى أستهدف ناس تدور على الأشياء اللي تحب المنزل أوكي هل أحتاج targeting expansion بالنسبة لي في هذا الشيء لا كم أبي أصرف باليوم طبعا إذا أنت فتحت حسابك أنا فتح حسابي في الإمارات إذا أنت فتح حسابك في السعودية رح يطلع بالريال السعودي لا تخافون أوكي فأنا لأني فتح بالإمارات فأبغاه بهذه الطريقة أوكي طيب كما أبغى أصرف يوميا أنت كل شيء أنت تختار على حسب ميزانيتك أوكي إذا ميزانيتك 400 ريال ممعقول أنك تحط 400 ريال اليوم بالصرف أوكي فغالبا أنا أحس أنه على شان تجيك بيع أحتاج شخصيا أعرف أنه أصرف 20 إلى 30 ريال أو 40 ريال عشان تجيني بيع واحدة أو شيء كذا فطبيعي أني أصرف 100 ريال أو 100 درهم يوميا متى أبغى تبدأ دعاية أنا دائما على طول أول ما أحط الدعاية بها تشتغل في ناس لا تحب أن تحط مثلا بدعاية اليوم نهاية اليوم أنت براحتك فعندنا هنا lowest cost وفيه cap cost هذه بعدين رح نتكلم عنها في موضوع الـ advance فعندنا هذه بس اللهم للمبتدئين أو الدورة هذه اللي حنا حطينا على اليوتيوب فقط للمبتدئين billing event standard والأكسليريت طبعا ما رح أغير أي شيء من هنا بعدها رح حط next يا جماعة فزي أنت ما تشايف هنا لأني أنا اخترت أنه أنا اخترت أنه لازم يكون pixel لازم يكون conversion فلازم اختار pixel فبروح أسوي pixel جديد فبروح أسوي create pixel رح يسميه magic matte pixel فهنا tic toc pixel ونستول automatically via partner platform وبختار شابوفاي أو ووكامرس أو اللي أنت تختار أوكي طبعا يمديك إذا أنتم تستخدمون سلة أو زد تاخذون copy و based من هنا لكن أنا شخصيا أخذ من هنا من على طول على الشابوفاي وأضغط next وبأسميه pixel magic matte أوكي فبضغط next أوكي يقولك already exist أني عندي فبأسمي icon عبد الله عادي متأكد أنه ما رح يكون موجود أوكي نالي ش جماعة أوكي فيقول لك الخطوات التالية أنك تحط البيكسل على الشابوفاي حقك تاخذ الأكاونت حق تيك توك وتضيف على شابوفاي بعدها يو connect لشابوفاي بعدها يو select الأد أكاونت اللي هو هذا هو وبعدين أنت تسوي الأشياء التالية هذه أوكي أنا ما رح سوي ولا شي لأني كل اللي قاعد سوي لكم هذا تست أوكي من راح أوكي خلاص سوي آآ خلاص نسوي هنا next سوي refresh شما انتم شايفين عندنا ماجيك مات إيكون عبدالله وبعدين رح نختار على purchase أوكي في عندنا عادت كارت view content شي زي كذا أنا initiated check out complete payment بواها انه خلص عملية الدفع أو purchase طبعا لاني انا ما اضفت مع شاب وفاي عشان كذا ما طالعت لي purchase فبختار complete payment الان أوكي لكن لو انا ضايف على شاب وفاي رح يطلع علي بالطريقة اللي أنا بواها فالهن نحط next نحط الآن بنوصل للمرحلة الأخيرة اللي هي creative أو اللي هي الفيديو الدعائي حقي أوكي فبسميه أنا magic mat magic mat بعدها يطويل العمر أقدر أجي أرفع الدعاية من هنا أوكي فعلى سبيل المثال أرفع هذه الدعاية أوكي طبعا مو بهذه هي الدعاية طبعا هذا فيديو بس لي أوكي فبرفع هذا الفيديو تمام ننتظر بس على ما يكتمل طيب زي ما تشايف هذا رفعت الإعلان الآن هو قاعد يطلب مني العنوان أو رابط الصفحة حق شب وفايا أوكي غالبا يا جماعة تحطون رابط صفحة المنتج ما تحطون رابط صفحة الرئيسية ترى مرة غلط مرة غلط أنك تحط رابط صفحة الرئيسية للمتجر الإلكتروني حط سهل العميل عملية التنقل في المتجر على طول ودى الرابط المنتج بعدها يطويل العمر تضغط على standard وتختار إلى shop now لأن نائش لأن متجر اكتروني وبعدها يطويل العمر على الكلام اللي هم حطينا بعدها تحط submit وبالتالي أنت أبشرك الآن صرت تحط على تيك توك أو حط على تحط يمديك الآن تحط إعلان على تيك توك أدز وكذا أضفت الإعلان الآن لازم نفهم طريقة الدفع عندك طريقتين يا أن تصير مسبقة الدفع اللي هي زي الجوال أو أن يكون مفوتر فعندك حلين يكون مسبقة الدفع يكون مفوتر فنروح هنا على طول شوف علامة اللي عليها دو ونروح على payment لما نروح على payment يا جماعة الآن عندنا حلين أوكي فعندنا حين شوف من بنت خواريكم إياها خلت أفتح أوكي عندنا طريقتين يأني أدفع الآن أوكي تفريفاي ويكون 40 أحط رقم بطاقة وبعد ما حط رقم بطاقة خلاص أضيفها على التك أوكي وفي طريقة أنا هذا اللي عرفه أنه في طريقة قبل بس ما أعلم أنها موجودة في السعودية بس أنا متأكد أن يمشويها قبل حيث أنك تقدر تشحن أكاونتك أوكي تشحن أكاونتك توقع بالإمارات ما هي موجودة بحكم أني أنا موجودة الآن في الإمارات فما قاعد تطلع لي لكن في السعودية أنا متأكد للناس اللي عندنا في السعودية يمديكم يا جماعة تحطون يطوير العمر تشحن حسابك تمديك تحط 400 300 400 ريال ومن غير ما يصور أن يسحبون 300 ريال يسحبون من البطاقة حقتك هذه أتوقع بشكل جدا مبسط شرح بسيط على كيف تقدر تسوي إعلانات على تيك توك أتمنى لو عندكم أي سؤال توجهون لي بالكومنت ويعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله في فيديو آخر